أهلا سهلا فيكم أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد في كأس العرب من إنتل قدم لكم النجي مايلينوفو الدعم الكامل من رايود كيمز هذه البطولة مثل ما حكينا إحنا فيها 13 دولة من الوطن العربي وتصفيات وطنية نعرف فيها من أحسن فريق في كل من هذه الدول والبلدان طبعا إحنا وقردنا أن نصل إلى المراقل النهائية من هذه الجولة الأولى الموجودة من الـ IAC وطبعاً لأجمل أنه لكل ياته نحن نشغل موريال جميلة جداً اليوم من التصفيات الأردنية واللبنانية ولكن هلأ صار الوقت أنه إحنا نطلع من هون نطلع من بلاد الشام وروح إلى المغرب العربي ركز معنا يا مورو المغرب العربي اللي هو ممكن يشمل تونس المغرب والجزائر مش بس المغرب أوكي عشان بس يكون من كل أمور واضحة لان بدلت كثير بعد ما أطلعنا على الهاتف انت قلت المغرب طب كمناً بقيت بومنا المغرب العربي المغرب العربي ونحن هلأ رحين على تصفيات تونسية مع فريق CSSE Sport هاي لعبوا ضد Simplicity Gaming طبعاً مورو هدول فريقين من أقوى تيمز الموجين في تونس ولكن مش من أقوى كلياتهم لسه في عنا مستويات عالية جداً هشوف البركز خلال لحظات شو ممكن تقول لنا عن الفريقين هدول يا مورو أوه زي ما انت قلت هو فريقين فعلاً من أقوى الفريق في تونس بل ما من أقوى ثلاثة في رأي بعض الناس يمكن تقول ده هو فريق رقم واحد ولكن Simplicity Gaming من الفريق اللي فعلاً بتنفسه على هذا المركز أو هذا الشرف انه هو يبقى الأفضل في تونس نعم طبعاً قبل ما نكمل هلأ احنا عندين نشوف على الشاشة انه Simplicity Gaming عمي لعبوا ضد CSSE Sport في الوينر براكت راوند 4 اللي هي تعتبر اللي هي الربع النهائي اللي نفع عندك لسه الوزر براكت كمان فالفريقين ممكن يقسر ممكن ينزل لتاعة بس الفائز من هذه المباراة رأي يلعب في نهائيات الوينر براكت الوينر براكت ضد Divine Vendetta عشان يضمن حاله في الجراند فاينل اما المركز الاول او المركز الثاني على الاقل يطلع اليهم الجائزة ال5000 او 3000 دولار من التصفية هذه بس الاهم من هذا كله طبعاً شايفين انتوا عنا كمان اللوزر براكت فاينلز لسه موجودة في ناس كتير راحلة وضد ضعض عنا من شلصان فيتر عنا كمان كارثانوفا وينبل وفايكينج ووريورز دياسو عنا كمان فيدمي وانفيدر اسبورت كل ما عندهم يكملوا قدام لما يتقابلوا مع يلو نايتس اوف بزيتين رايز وفي عنا بقية التيم ذي الموجودة في الوينر براكت كل كل كلام هاته فانت عندك يعني براكت خرافية عندك فيها ناس كتيرة عادي بتلعب ضد ضعض واحنا جداً 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 متحمسين نحن نكون موجودين هون عشان نتابع ونشوك مين اللي راح يوصل ومين راح يوصل للتوفور مين هاي يوصل للتوف ثري تبع التصفيات التونسية ونقدر نحن نشوف التيمس هذي كلياته ومين أكثر فريق هيمثل تونس في الائي سي سبلت نمبر 2 اللي هيكون فيها بقية 13 فريق من الدول الباقية فنبدأ معك كمان هالمرة بارالايز سي اس 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 فورتس واسمبليسيتي مش أول مرة يلعبوا ضد بعض اللي عبوا ضد بعض بمهارات كتير عالية موجودين على البلو سايد وسي اس 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 على الريد سايد وبالنسبة لك نشوف متابانز مرة ثانية ولا فتونس عادة بيركزوا على التارجت بان طبعا قبل ما اقول اي شي اختاروا كندرد لسه اكلم عن ذي السؤال اتجاوب على طول فنكمل معك يا تفضل يا بارالايز اعتقد لا نشوف متابرد باختلاف كندرد تعرف انا انا مشوفتش كندرد بزعت سكارة قبل كده انا بشوف بان كندرد على طول انما نفسي في مرة يعني اعرف يعني يلعبها عشان بس اعرف هي ليه بتتبان له على طول يعني مش اكثر زي ما انت اقولت اس بيل اللاعبه مش ماتش كمان لا ماتشين قبل كده على الستريم شوفنا منهم بيكس غريبة شوية شوفنا مثلا يعني عاجات مش متوقعينها قوي بلعبه مثلا كين ان سايلس بيلعبه مثلا عاجات تعرف نكترن ميدلين كين ميدلين فانا يعني يعني مفروض تبقى متى بس انا بشايف ان اس بيل ممكن يورونا حاجات مختلفة فعلى عكس اس اس اللي بيعبه متى التشامبينز اكثر يعني نعم طبعا هلا كيندريت سات وفوليبير موجودين عملهم بان على الرايد سايل ناحية تانية هنا رينيكتون كارتس وجي فور وطبعا الشباب على طول رضوك فيها يا بارلايج واخدوا بيك كايتلين بان مورو لما تشوف انت بيكس بالمتا هاي بيك بان ريت بنسبة لك بغض النظر على المستوى اللي انت عنده فيه لما توصل الدايموند وان وماستر وكذا تلعب متى بغض النظر على انت مستوىك في الشامبين هدا كيف ولا بتفضل مثلا مرة انت بطار ادي سي تاني وتخلي حتى لو مثلا انت مش مرتاح بكايتلين لا مش هلعب كايتلين اخد ازرين مثلا انت مش هفتها في الجيم الاول هو للأسف طبعا ممكن في السولو كيو توصل لرينكات على جيدا بشامبين واحد او اثنين شامبين فقط ولكن لما تلعب في بطولات وبطولات ومباريات زي كده اولا ما تعمل لك انت كده ملكش فايدة او ملكش دور كبير في الفريق فكان يعني لازم يكون عندك شامبين بول كبير لازم تتوسع بامكانياتك يكون عندك اكثر من خطة اكثر من شامبين تقدر تعتمد عليه والمفاجأة هنا ان السي اس اس قراره ما ياخدوش مورجانا هيسيبه كايتلين مورجانا لين اللي هي تطبر من اكوال لينز حاليا وهم هياخدوا سجواني ليه تعملوا يعني انتم معاكم الرد الوقت كان مفوض ياخدوا كايسا مورجانا او حتى ياخدوا جونجل و مورجانا مش لازم ياخدوا كايسا انت الانيمي تيبه خلاص اخد ايدي كاري مفيش طلب على كايسا ليه بتعمل فريس بيك لكايسا لا تفهمش ايه تخطة هنا انا برضو اضطهاك معاكم مورو وخصوصا ان انت واخد له سجواني فانت بتديهم اس بيال اصلا معهم كايتلين مورجانا حلوه مع كايتلين وبتحط سجواني ناحية تانية فانت بتديره سبب اكتر ان هو لا اخد مورجانا انت لو كنت بتفكر او شالك او عندك بيك تانية بتفكر فيها لا اخد مورجانا خصوصا كايسا يمكن مش الرد الكويس على كايتلين في الغالب يعني بتشوف ايش بتشوف جن احيان ممكن تشوف جنكس كمان بتبقى ده ردود يعني كويسة بالنسبة لكايتلين انما احنا شوفنا كايسا اعتقد دي ما كانتش فكرة موفقة قوي وما بيردوا دلوقتي بيحاولوا يرجعوا الموضوع بكرما وكرما ماتشب حلوة جدا اصدت برضو مورجانا فهي انصر للمورجانا فيعني حاسس ان هما بدأدوا يزبطوا نعم انا حسيت انه بالاول لما كانوا حاطين هفر على جاليو كان جاليو ممكن يكون احسان على قل بيكون فلاكس بيك انه ممكن تحطوا انت في الميد تحطوا في السابورت مثلا في اسوأ الحالات ولكن راحوا للسجواني فبالضبط ممكن ما تقولت هلأ بالنسبة لك شو لازم احنا نشوف بانز يا مورو في الفيز التانية وخاص الفريتين عندهم البوتلين والجنجل بتاعهم فاللوقتي بانز تبع على طوب وميد السؤال هنا هل سيمبليستي خايفين اكثر من امكانية الكاري طوب لينر ولا خايفين من امكانية الكنترول ميتش في الميدلين عشان خايبه لك سي اساس عندهم الكاونتر بيك عندهم خامس بيك عشان هما رد سايد فبالتالي سيمبليستي هعملوا بانز هنا لشامبينز كنترول او يوتيلتي ميدلينر كوية زي مثلا جاليو وده بان موفق جدا صراحة من سيمبليستي التوقع بان الخامس ممكن يبقى حاجة زي سندرا حاجة زي يمكن فلاديمير حاجة ميدلين كوية عندها زون كنترول كوية وممكن تصنو عشان سي اساس محتاجين دامج سيشواني مش دامج دير سيشواني تانج كيسا اوكي دامج ولكن الرينش بتاعها صغير محتاج ميج معاها يعمل لها يعني زي ما تقول كيها مساعدة عشان يكون فيه دي بي اس الخطة واضحة الكمب خلاص بيت واضحة قدامنا بينما سيمبليستي يعني خلت كده ايه الدنيا ما تبقاش واضحة وما تبقاش مبين ايه الخطة ايه الكمب اللي سيمبليستي عايزين ننفذوها نعم طبعا هل احنا في عنا بعان غاليو لبلونك ناحية تانية فعنا كيانا مش انبين مين البيك الرابع البان الرابع سوري لمصلحة سي اس 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 انا اتوقع انه هو ممكن يكون سندرا لانه كان يعتبر اختيار كتير كويس بس للسندرا هما بياخدوا سي سي هافي وانت عندك مورغانا انا مش عارف انا صراحة مش عارف انا شايف انه هما مستقلين بالمورغانا بتاعته شايف انه ممكن هما ماخدين المورغانا هذي فقط عشان انه هي كويسة مش عشان السابورت بيلعبه كويس هل هذه ممكن يكون الحالة شو شو معنات كتير سندرا سوري لسندرا بالنسبة للك يا باردايز والله ممكن زي ما انت بيقول زي ما انت قلت انه هي بقى فيه برشار جامد على مورغانا انه هي بقى لازم تطايم البلاكشيلد على طول صح بس انا استيل اعتقد يعني مش صحة قوي انك تاخد بيكس وانت معتمد على ان الانيميتيم او مورغانا بل لو صادك مش هتعرف تطايمها مش هتعرف تعملها كويس لان مش منطقية شوية يعني ستل يعني ممكن يكونوا مواخدينها كفليكس بيك بيلعبوها بمد ممكن ممكن نشوفها هتوبة انا الله واعلم يعني كردا من كاسد على لسندرا اعتقد دي يعني أتليس كلينينك فيز ممكن تبها كويسة اه غيرها اوه كسيو بي اختيار اختيار يعني انا بفق كتير حابب اللي سجواني اكتر من هكريم بيك صراحة اه كاسيو بيا بتعدل الامور شوي ولكن تبعه سي اس اس هولا هيحدد مين فعلا خسر او فاز الهدب داريوس اه صراحة مش مختارة بيها شوي قد تحس ممكن قريبا فيورا بتاعت كويسة واعتقد فيورا كنت هتفت هنا اكتر انا كنت هول فيورا لان هي كويسة جدا اعتقد فيورا كانت مصاد اورن كريشة كويس بالضبط كويسة جدا اصاد اورن انت معاك بايت التيم سبليت بوشر طبعا جامد جدا هتكسبه في مقترب على سبليت بوشر وخصوصا انت الناحية التانية عندك ديس انجج كويس معاك كارما معاك ناس هتلاك سيسي مثلا زي لساندرا فانت هتعرف ان هم الاصادك ما يعملوش انجج وهم برضو ما عندهمش انجج العالي اوي اه فيه هكريم بس يعني هكريم يعني بس يا اعتبر فانا احس ان فيورا هناك ممكن تفت اكتر بكتر انما داريوس وانت تعب سبليت بوشر تلعب تيم فايتس تيم فايتس اعتقدها تخسرها انت فيه كيتلين عندها رينجة عالي فيه كاسيوبيا فيه مورجانا بالضبط هيعملوله كايتنج فانا احسس انه لا تيم فايت سيفت وسبليت بوشر مش احسن هاك انا برضو متفق معاك ان داريوس بيك غير موافق ولكن لا اسباب اخرى انا حاسس ان سي اس اس كان ممكن فعلا ان يقيم ما يجو اول ان على التيم فايت وياخدوا توب لينر يساعد في التيم فايت حاجة زي موكاي او ممكن حاجة دامج قليل اكتر زي كانن او حتى ريناكتن يا سيدي اتروكس او اتروكس فعلا ولكن هما قالوا لياخدوا داريوس عشان داريوس يعتبر قوي ضده اورن عشان داريوس يحب الفايتس الطويلة البرولونج سكرمش وطبعا ضد اورن اورن مش هعرف يهرب من داريوس فانا متفهم البيك هنا من سي اس 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 ولكن زي ما انت قلت انت كده ولا انت فل سبليب بوش ولا انت فل تيم فايت لو هتعمل سبليب بوش 1 3 1 هتبعط لسندرة تحت واريوس فوق التلاتة اللي في الميدين هيبقوا ضعاف جدا مش هعرفوا يسدوا ضد التلاتة بتوع سمبليسيتي نفس الكلام ناحية التانية لما الترفور 1 سبليب بوش هيبقى هتعمل عليهم فورس انجاج من هكريم او من اورن فسمبليسيتي عندهم الكمب الاقوى في حالة التيم فايت وفي حالة سبيب بوش ان طريقة الوحيدة ان سي اس 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 يقدروا يهربوا بالجيم ديت هو لو عرفوا يلعبوا على البوتلين ديت على كايسا وكارما بذلك ان كارما تعتبر كاونتر بيك الى حد ما الى مورجانا لازم كايسا دي تبقى فد انا لو من سجواني اركز على بوتلين انا لو من داريس حتى مش هعمل تليبورت باك لتوبلين انا هتليبورت بوتلين لازم بوتلين بتادي تبقى فد لو كايسا فد الجيم دوت في صالح سي اس 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 ولكن يعني انت حطت كل الخطط بتاعتك على شامبين واحد فقط على راجل واحد فقط خطر جدا من سي اس اس الصراحة الكمب غير موفق في رأيي هلا تشوف في نقطة مهمة سورية بارالايز قبل ما تقولها احنا احنا ما تنسى احنا ممكن نكون عم نستهين بقدرات لساندرا و سجواني هدول اتنين يعني بشكل كتير عالي هيقدر يعمل كتير حلو بوجود كارما انا احسس انه كارما هتكون لفسه في داريوس اكتر من تكون لفسه هي في كايسا اكتر من اي حاجة فهي اللي هتعمل له انيبل مع موفم سبيد مع الجماعة مع السي سي 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 الموجودة من الان هدول كاسيوبيا هتتبخر يعني هتكون انت في عندك تاركت مثلا سجواني و لساندرا في الميدلين هيعملوا كتير مشاكل لكاسيوبيا مع اللون موبيلتي اللي عندها فهذه النوطة كمان لازم تكون عينك عليها لان كاسيوبيا هتشيل الجيم في الاخر انا شايفين انها هتشيل الجيم ممكن اكتر حتى من كيتلين في حالات معينة اللي ساندرا و سجواني عليهم مسؤولية كتير كبيرة في المباراة هاي انا حاسس بغض النظر على وجود البلاكشيرك ولا لا هي تتحمل مرة مش هتشيل كل كل اللعيب اللي موجودين في الفريق تابعه الاشراء يكبر له انا متفق معك جدا انا ديك بس صغيرة جدا انت بس إس اس اس مشكلة تيم كومب يعتبر كما انت قلت هي معتمدة على كايس هي اكتر واحدة تطلع بس لو بسطت ناحية التانية هي بتعملها اوت رينج من كيتلين من كاسيوبيا من مورجانا فنحسن موضوع صعب جدا حتى ان تلاعب على الراونت ايدي كاري هو مش هتشيل جدا الموضوع صعب جدا انت مش هتكسب تبقى لك حاجة اخيرة هي اللي ممكن تلعب عليها للسي اس اس ان هي بقى ان انت معاك زي وردو انت قلت يا حاكيم معاك سي اس اس كويس معاك سي اس اس ماشينز معاك بساندرا ينجج معاك سجواني ينجج فانحس ان انت ممكن تلعب اكتر تشوف مثلا كيتلين اوتو بوزيشن تشوف اثيوبيا اوتو بوزيشن تشوف مثلا مورغانا تكون بعيدة ساعاتها ممكن تنجج فانا شايف هو دي الطريقة اللي انت ممكن تلعب بها بالنسبة لسي اس اس وهو ده الوينين كونديشن بتاعهم لو ما تحققش اعتقدها بموضوع صعب جدا بالنسبة لها ومين بالنسبة لك انتوا بشكل عام التوقعات بعدكم مورو مين تعتقد انت راح يفوز المباراة انا انا بتوقع بتوقع سيمبليستي صراحة عندهم الافضلية مش بس في الكمب بس برضو يعني الوين كونديشن بتاعه اسهل ان هو يتنفذ زي ما احنا للصميمين بارالايز الوين كونديشن بتاعسي اساس صعب ويعني لو الخطة لو عملت غلطة واحدة بس هتبقى مشكلة كاسوبية اول ما تبقى فاد او كيتلين اول ما تبقى فاد تبقى موسيب وانت تحاول ترجع الجيم لازم كتين فايت خرافي فصراحة سيمبليستي عندهم الافضلية الكمب الاقوى والوين كونديشن الاسهل فسيمبليستي في رأيي هم اللي يفوزوا نعم وبالنسبة لك لبارالايز اسفيل اسفيل كما انتوا لتين ع السريحة في لحظة يحب افكر حكيم وفكر جمهور ان انا جيم اللي فات قلت سامن اريا هي كسبوه مية في مية وكسبوه يعني اه ها اشتار بس تريدكشن الاشا الاشا طيب ممتاز انتوا لها هلا يعني احتمالية توصلوا مية في المية تريدكشن اليوم يعني هدا تكون نقطة كبيرة لقلقوا يعني نقولكم الاف مروق تريدكشن الاشا كائية فاوزعتهم الماتش اشتركوا في القناة 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 لو قدر ان هو نوعا ما يعني يلعب اجردت الشيء بس يعني بترسير دان سوري بحاولين ان هو حتى بيحاول شي ضايف مجرد بس بويف كلير وبيحاول يا اخر اورن على عقد ما يدرب الفعل ده الصح بالوقت متعدم عليه حوالي 10 CS كلها بيطاول في اللين ده كلها بيكون فيك بتاع اوه 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 ultimate من طرف اورن هناك ربما knock up knock up من طرف الكريم يتخدم على داريس فضع يصعب على تي بيو ولكن متأخذ يسوي sustain ربما يعني لساندرات قدم فلاشين ultimate على الورن وان فور وان سوفار ولساندرات صدقاء وان في وان امام الكارن وكأنه كان باي سيف هناك الاي وهناك الضماج اللازم وتعبر الكيل من طرف صعيف في الطوب بلاين في الدقيقة تمانية نايس تي بي من طرف الميديان التونسين دامج رهيب هنا موجود دلوقت من عند لساندرا في طوب صايد بالتلابورت ادري ان هو يسيكيور دابل كيل رائع والماب كوتنشن هنا وعويرنس موجود كويس جدا عند السي اس اس وخينا نشوف دلوقت الري بلاي والانستان تلي بورت اللي كانت موجودة هنا من لساندرا في الطوب صايد لعبوها كويس جدا صراحة سي اس اس والاتنين يعني لايكا في مجرز افهاند الاتنين موجود انه في طوب صايد هي كريم كان موجود كولوتا بورش جاد من القرن سامحت له هنا انه هو اللاين اف على داريس والانستان تفلاش يمكن ما كانتش عدني كده من داريس بس اللي ساندرا جاد في الوقت المناسب التمت على قرن لقدر ان هو يستخدم الفاسيب ودي هنا اللي استان والافتر شوك تيتلو تنكين استراهيب وهي شبه هي كريم مطلعش عليه دامج جازها سامفري دابل كيل بتروح لليساندرا و سي اس 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 بيستطره دلوقتي كمان على الهيرل اول دي اوبجيكتيف تدهبي لسي اس اس حي في هذه المباراة دقيق تسعة وهناك هيرلد هناك تنين هناك اربع كيلات وهناك تفوق في اه طب لين سراحة من طرف هادي الفارق خد فارق كان هناك فرزول على البوت لينرز ولكن كايتلين رشعت في المباراة شيئا ما اخذت السي اس وانا عندها سي اشتا في البوت لين سي اس ادفنتاج في الميدلين وربما حتى سي اس ادفنتاج لو كان في جنغل لفارق سي اس اس هنا نشوف ان ايوش هيكون سنوبولو لا تم هناك سواب ما بين البوت لين و اه الطب فارق سي اس اس دعب اداريس الى البوت لين الميدلين وليساندرا الى التوب بلين ساي اللي كي يذهب او 1v1 امام الليو هل سيستطيع ان يفعل شيء تدون يا مورجن بالليساندرا امامها الاغر هيقدر فعلا ان هي اعمل حياة كتير جدا بالليساندرا يعني زي ما قلتلك الليساندرا نوعا ما مش بتفول خالص ليد جيم هادرطة الكويسة بمجرد ما اجيب الفول بلد بعندها الدمج الرهيب كاسيوب يا او انا مع ما هي الليد جيم هايبر كاري ممكن احسن في تيب فاتس شوية موضوع اكتر اللي هيقدر يستطيع الالتمت بتاعه هيقدر يستطيع الانجيج احسن هيكون هو الافضل انا ما بين لساندرا وكاسيوبية في الواتفايت في البوتسايد وفي البوتسايد ولكن هناك تي بي ونوبارن نشوف توي في تي بي ونهي كان مفاضي سابات تي بي وارثا اخرى من طرف رفاق الاحمر ليكي يساعدون لغودي لكن نوكا في طرف ارن هنا لكن دوبل هوك من طرف داريس في الباكلاين وان في تري في الباكلاين وان في باكلاين ويموت داريس مباشرة 240 لفريق اس بي الوارد يحضرون في المباراة 4-4 في سكوربورد ويسووناها يا اخي مورغان وياخدوناها من البوش والبلايس في البوتلين نايس تي بي من طرف اس بي ال مهم دوبل تي بي موجودين كويسين جدا دلواتي اس بي الى كانوا هنا وكان معامل هيكرم ولي هيكرم الموب من سبيد سكار يتقدم لي اسلام على الموب سبيد على الشورى شورى يموت مباشرة وانتوفقى سيجواني 1v3 ايه ربما لا لن يكون هناك ضيف على سيجواني تانكي ايه هناك في الميدلين 1v3 مابين جاقررنوت وصاي ولكن سيا يسوي أUOUع سيجواني فلاش اولتيمية ولكن على الهكرم والليس على المورغانا مورغانا لنهارت 1HP يبقى في وضعه صعبه هكرم يذهب الى الوراء يغى يعني سووطة في وضعه صعبه يسوي هناك كارماكيو وغد لي في الميرات ممتع جدا وياخد الكل هناك على المورغانا يعني نايس ترايم طرف دوتشا اللي هيسوي هنا يفلاش ألتيمايت ولكن هيكر كان في الموعد سكار سيسوي تانكي ناس على الألتيمايت ونشوف ربما مرجعنات تموت أمام الكاربا خمسة خمسة لسكورل الوقت والجولد أدفانتش لحد الوقت يأكيد يكون شبه معدوم وحوالي 300 صالح بس فريق اس بيالي بعد ما كان 1000 فريق سي اس اس أطاك ده أحسن جيم ونفرج عيه النهاردة الجيم مش وان سايدت خالص من الـ 12 والسكور خمسة خمسة من التوتيمز والأيتم مزيش الوقت بروتو بيلت كامل عند لساندرا كاسو بيه ألمس بيكمل السيرف سيمبريس والوقت هيكرم رايح على السيندر هالك ومجرد ما يرجع يدر يجيبها والهيرلد بتتروب بوت سايد دلوقت من الـ 6 جواني طوب صعيد لكن سام فاير كيب كاملت أخيراً لأورن ولحد الوقت لسه داريس ما كاملش بلاك ليفر مانا ميون مكامل هنا عندي كايسا وفي البوت سايد انفينيتي ايج فرست ايتم فورس من كايتلين هلش حتى نجيب ستورم ريزروبي غالباً بيحاولنا يركزوا أكتر على الميت جيم كساكند ايتم رابد فاير بعد انفينيتي ايج هيكون عنده دامج راهيب الكايتلين ده حد الوقت عندك هنا مورجانا وكارما في البوت سايد لسه ما شفتناش من ولا واحد منهم اي فول ايتم نعم هنا تنين تنين فادي المباراة تنين الغيوم للكلاود ريك لسوي 10% كل تنين على الوتيميت هو تنين ممتاز على سياساس شوف الوتيميت المتوفرة لسياساس الوتيميت الجواني ممتاز ووتيميت كايسا لريبوزيشونيك في تيم فايت يا سلام هو تنين ممتاز على هذا الفريق وسيأخذونه مباشر تنينين لسفر من طرف فريق سياساس يعني هناك تعادل في اسكوربورت تعادل في القولد ولكن هناك تفوق من طرف سياساس على الأبجكتيب أخذوا الهيرالد أخذوا تنينين وربما نشوف من سيأخذ الهيرالد الثاني في هذه المبارات لما تسوية الهيرالد في البوتلين أخذوا ليس كمان يعني أنها صراحة ممتاز من طرف CSS ولكن إجابة ولا في الأحلام من طرف SPL في هذا الأرلي جيم المباكر صراحة سواب من طرف SPL في البوتلين البوتلين في الميدلين وورن يبقى في الطوبلين وورن في الضوبصيد هنا فعلاً موجود دلوقتي وقدي الداريوس مجرد ما كامل بلاك ليفر يبقى صعبة جداً سراعاً لورن نوعي يحاولي 1v1 هنا قدامه ولحد دلوقتي الموضوع كلهم ركزين بس الوين كنديشن بتاع كل تيم هنا نسبة CSS اللي هم يركزوا على الليت جيم زي ما قدت لك مع عامل هايبر كاريس مع عامل سكيلينج هنا في البوتلين كايس هتكون أحسن بكتير من كتن في الليت جيم ولحد الوقت دلوقتي الوضع ماشي بالنسبة لهم كويس جداً لما تكون بتلعب تيم كومب فوكس ده أكتر على الليت جيم بيكون الوضع نوعاً ما كويس بالنسبة لك أو يعني يكون دبيت وتطل ناقش ان انت لو طلعت على الأقل وصلت لحد الليت جيم مش خسران تكه تعتبر كسبان لان ان انت لمعاك الأدباندج في الليت جيم وانت لمعاك التيم فايتس الأحسن بس يعني برضو ده لا يقال الخالص خالص من تيم كومب هنا بتاعت Simplicity لان عندك برضو زي ما قلنا الكمبو تشيل ما بين كله في فورشجاد والألتمة هي كريم وعندك الألتمة من كاسيوبية الفولواب والألتمة كمان من مورجانا يعني التيمين صراحة ان تيم كومب بتاعتهم مش فيك تيم كومب معانا فوكس ده وضع الاري ولا فيه تيم كومب فوكس ده وعلى الليت والتيمين لحد الوقت الجيم ماشي 50 50 ما بينهم هم من اتنين حرفياً خمسة خمسة بس يمكن اللي مسيطرين على الوبجيكتبز بس أكثر سي أسس كانت هناك تيم كامب وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لي ادخل مع السجواني مباشرة يشاهد في الميدىين كارما تعزل هناك قوة kick ولكن سيكون كافي يأخدونا السجل يأخدونا التفوق في سكور بورد 6.5 هاي كاراين يسوي دماغة 3 وحد 2 حاليا و 300 مدى 300 مدى kick و نشوف كيف يستطيع ال قوة بهاكاراين ام لا مفت tack من طرف دوتشا اللي هي الأوتيميت انتهى ولسوق الحد لم يمس الكتين ولن يكون هناك السي سي كافي للكل على هذا الأي دي سي لفريق اس بيال اس بيال دل حد الوقت متقدمين بألف جولد أدفانتج ويمكن الوضع كويس جدا ليهم بعد ما كانوا هما اللي داون ألف سي اس في أول ما الجيم ابتدى وسيساس دلوقت اللي ساوند رابوتسا دلوقت دايم كاسيو بيال واحدهم وفي دلوقتي دريك هيكون موجود بعد شوية وممكن نشوف فايت عند الدريك المراضي والهيرالد التانية اطلعت ممكن ببعض نشوف فايت عند الهيرالد انوردد من التيمين في شهيتي من الحد دلوقتي عنده فيجين كوترول على الهيرالد خالص ممكن دريس دلوقتي هو اللي عنده البرايو شوية انه هو يقدر يساعد التوب لينر بتاعه ومتقدم بعشرين سي اس مع البلاك كليفر والمركدي بس البرامبل فاست موجود هنا على أورن مع الصانفير لازم ترسبكت انه هو هيكون تانكي جدا والوحيد يمكن اللي هيكون قادر انه هو يطلع على المج هيكون اللي الصانف هنا في المياه وانفنتي ايج الدامج في المدقم اكون قوى مقدم من كايتلين نعم صراحة وبتحدث على الدريك هنا صراحة ممكن ان تحدث على الصور اللي تسكن في هذه المباراة روح تنين الجبال تنين ممتاز جدا ليسوي سوفابيليتي ممتازة في الكياريز للفاريقين هناك تانكي نس ممتازة الى كان على ليو متلا بالأور متاعه في الليد جيم ام على داريوس او سيجواني في الليد جيم كمان نذكر المشاهدين هنا وتنين الجبال الموتن دريك يسوي هنا 6% بف في الماشاك ريزيست والأرمور يعني ممتاز جدا في الليد جيم واذا اخذها احد من الفاريقين الصور يعطي الشيلد صغير فوق الـ HP يعني هو ممتازة الانجاج يعطي تانكي نس لازمة لكاريزا خاصة الكايسا والسلساندرا من جهة والكيتين والكاسيوبيا من جهة اخرى نشوف هنا ربما التنين الموالي من الفريق الذي سيضطر عن مقارب من الفريق الذي يستوي على الاهول right the vision اوالا أي نشوف هنا موريغانه تذهب الىう pit خالي يمكن من الفريق وربما نشوف اجابة من على فريق السيس ان تجوه هو طوب سايت نحو الهرالد yang costume والاصر في هذا المباراة سيذهب مرة اخرى التي يبدأ هنا هذا الهرالد هيسيوبيا من فريق اسبيلاة لا أظن ذلك لأنه هكريم في التنين حاليا في دريك بيت إذا لن يكون هناك تريد باللحق تريد لها رد بي التنين الجبال جيجي والبيد لي هادي أستاذ دوتشا اللي يسوي هناك أبجيكتيف هراه أبجيكتيف صلاحةً هادي أول أبجيكتيف سيفوت عليه هو هذا التنين لحد دلوقتي عندك دريك أول دريك أخيراً بروحة للسيمبليسيتي جيمينج ألف ونص جولد أدفنتج وبي ديتين على البرون لايندريز أولمست هتكمل دلوقتي على الكاسيو بي هيكون معا دامجي قوي جداً ملكية المية 74 سيئس أولمست بيرفكت سيئس وبقى متقدم دلوقتي بعد مكان داون في سيئس وقتدام هنا كايسا والاسترحى دلوقتي ليساندرا بيجيب أول تورت أخيراً دلوقتي الصالح في الجيم أصبع مش نقرب بس الصالح سيئس أس يأ نعم صراحةً أول برج سيسقط في الدقيقة 18 ولكن باللاتي هنا كاريم ربما في وضع يصعب لا لا ليس هناك وضع يصعب صراحةً هو سريع جداً ندي كاريم هو سريع جداً وسيذهب بعد الحصار إلى الجنغل نتاعه في توبلين كاسيو بيا سذهب إلى الطوب سوي نيا ماتشينج أمام داريوس وهذا صراحةً ممتاز جداً من طرف فريق SBL يعني داريوس لا يستطيع أن يفعل شيء أمام كاسيو بيا تبعونست عندها السيسي عندها الكايتينج باور وعندها خصاً سيستين بالكونكرر لا أظن أن داريوس يمكن أن يفعل شيء سيبقات حتى التاريوس ربما نشوفه ضايف هنا من طرف مورغاناليتي بتتجي نحوط طوب سايد هي والكرمة كمان ربما تو بي 2 جوجر نوت الذي يلعب بالليمت انته يلعب ويحاول أن يسوي بوك رائع على الداريوس طوب سايد أنا ممكن نشوف ضايف على طول على الداريوس دلوقتي سمع الكاريم بالباكل لأنه يستطيعه وعند دلوقتي بيكلت شاين ميل في البود سايد أنا أورني غلاباً هجيب أول دورة لقصة لحسن بلاستي جيمينج في مينة تسعتاشر والتو تيمز لحد دلوقتي في مينة عشرين مشوفناش أي مستيكس بتعمل من التو سايد صراحةً يعني حاجة كروشل للدرجة وحاجة صعبة للدرجة إن احنا نقول إن في تيم وعن بيثرو لدرجة معينة لحد دلوقتي التو تيمز على مستوى كويس جداً دور دريكس موجودين مع سي اس اس أوشان دريك وكلاود دريك وماونتن دريك موجود دلوقتي مع سيمبليستي وفي الطوب سايد كاسيو بيادة دليساندرا وبيلعبه لحد دلوقتي مطمدين بس على الفارم ومستنين الدريك فايت اللي هيكون عنده التيم فايت الميجور أو البرون اللي هيطلع بعد التلاتين ثانية ما بين التو تيمز ودي الانجاج ليه الناشر ولكن اظن انه سيكون الامر too late اني سيجواني مازالت بعيد شيئا ما W من طرف كاسيا ولكن ليس لن يكون كافيا بلو تيم ها سنيند بارن ناشر في دقيقة 20 فقط امورغان اجري سي بيتي وسينيرجي هائلة من طرف انه SPL لي ياخدونا الفرصة انه لساندرا سوى تريكول بعد اداء الون في الطوبلين اخدونا الناشر let's go في بارن هنا بيروح لصالح فريق SPL onward تماما ما كانتش نقدوم اي فرصة انهم ياخدوه الوقت CSS 3000 جولد ادبانتج باب موجود دلوقتي مع SPL وسنيك بارن رائع شوفناه سينيرجي كويسة جدا ما بينهم مجرد من بارن دلع في 20 سنة كان ميت واخد البارن ودلوقتي ممكن نشوف فورس على المد كيب المواند الناتين ده بيلعب دلوقتي بتي بي واحدة بس مع القرن فما يشاهدون انهم يعملوا مثلا 1 3 1 لازم يكون مثلا 1 4 0 احسن ونشوف دلوقتي فايت ما بينهم هم الاتنين CSS و... هل يا تارا هيكون عندهم الفرصة انهم يقدور يكسبوا تدام سيمبليسيتي ولا الوضع هيكون صعب لان كايسة دلوقتي قربت تكمل الريش بلايد مجرد ما تكمل البرسيركر هيكون معها تدامج وكارما هتبقى قوية جدا بالأثنس دلوقتي هتقدر انها تدي الساستين وداريوز زي ما انت قلت هيسنوبول لو قدر في تيم فايت واحد بس يجيب 2 او 3 كيلز هيكون قوي جدا ويعني فوكس بالنسبة لهم هيكون صعب انهم عايزين يكتلوا الداريس الاول فوكس على الكايسر اللي بالفعل كملت دلوقتي الريش بلايد سي كاتلين سبعين في المية كريتة شنس دلوقتي بمتين وعشرين فورمت منت واحد وعشرين نعم لابتش هكون رهيب من كيسة راهيب جدا هناك صراحة هيراد من طرف السجواني الذي لم يتم تسويته لا تم تسويته في الطوب سايد هناك دفنسيف هيراد من طرف السجواني للدفاع عن التوريت نمبر تو في الطوب لين لانتها بليساندرا ساي لماتشنج على هدية الكاسيوبية نعم كيو من طرف مورغانا دام الوزرع يمجدوا نحو كليو من طرف السجواني واسكار يتخدم كينر في اخوذ الكيل ويتخدموا لقاة فلاش من طرف السجواني وقبل ان يسوي السجواني وكليل اس ساندرا الصعي وكلين ايس من طرف فريق اس بيال لن يموت احد بطريق اس بيال من فريق اس بيال وسيموت الكل من طرف فريق الاحمر فريق سي اس اس جي جي والبلايد للفريق التوني سيما دامج وطيم بلاي منظم جدا من صارح اس بيال وخيرنا الوقت نرجع نشوف الريبلاي تاني ونشوف ايه اللي حصل هنا فعلا كلين ايس دايما انت قلت يا رايزو خمسة مقابل لا شيء بالبارون بوف هنا قدروا ان هم يلعبوا على البارون بور بلاي بعد ما كان فيه 3000 جولد ادفانتج وقت ريما نوصل لستة او 7000 جولد ادفانتج هنا الالتمت من كاسيوبية مغض النظر عم عميرشو ستارنف والشوهم بس كان موجودة الضابل كلم المرجانة وعندها كان داريوس في البوت سايد وكان ايكون قوي جدا في الميدلين دلوقتي كمية ناس كان يلتهى قليل كان يقدر فعلا داريوس انه هو هنا بالقلط متى يستخدمه استخدام احسن من ده سينا لشوف المبين ومبين هيك نواية الهكلم باخر لحظة بص بس النقب والدامج من قورن خلينا ما يدارش نواية يعمل ده ومغض النظر عنه اصلا بيحاول يستاعر ارمور اكتر من اي حاجة ما قدر انه يستخدمه قدام اثنين الواحده يعني التنظيم من سي اس 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 ما كانش موجود قد كلا صراحة هنا في الميدلين والجولد ادفانت اللي وحتي مع اس بيل سبع تلاف من التلات عشرين نعم صراحة ادفانتج كبير وكبير جدا من طريق اس بيل اللي كان لديهم ارلي جيم صراحة شوي صعب عليهم سي اس 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 اي اخذوا الادفانتج اخذوا الوبشيكس ولكن كان هناك كومباك رائع وهذا بفضل سكار خاصة انا اظن هو بجوغر نوت يقومون بعمل ممتاز جدا في البريشر الخريطة هنا اربعة واحد خمسة من طرف الهكرين في جنجل وثلاثة سفر واحد من طرف جوغر نوت في الميدلين هناك اربعمية وخمسون جولد شتدون على الميدلينر واربعمية جولد شتدون على الج علاج هناك و 我們 هناك العمل ممتاز من الـ 100 جنغل لتونسي سنرا جد يمكن أن تابع الشركة من 1 في 3 وقم يجعل لطوف 9 لا يخاف أستاذ جوغونات يجعل ألتمي توباعمة إلى داريوس يقوم بإي وكيو و بوزن على الفريق الأكبر ويذهبون الفريق أسبيل بعد الميدان هنا صιο ربعاً في وضع الصعب فلاش ومطرف صاية Q من طرف صيف ولكن يجدون أن يأخذ الكيل هل سيكون هناك الثالث كيل؟ لا سيعيش هنا يا ججورنوت عنده ساستين لازم بـ الـ Conqueror نتاعه لن يكون هناك كيل طوبرين و بريتور كبيرة في الميدان من طرف SPL و مايسوك من طرف داريس ليس لكا بلاكشيلد كير مورغانا من طرف مورغانا من طرف مورغانا اير من طرف أورني الدخول و هنا يدخل صار إلي السلام سكر على الباكلاين و هنا أوود ثلاثة تابعة و هيتشوت من طرف كيثلين على الباكلاين يسلام SPL يبقيد واني كلامي يعني يسلام علاما و منها بدأت ممتزاً من طرف من طرف داريس ولكن SPL لا يريدون الخسارة أبد يذهبون مباشرةًgh سكر بيجل عاليني و يصiewون هذا ال長وال الأولى لنيكسوس ربما التُغير الحديث للنيكسوس و ربما أنشوف نهاية المباراة في دقيقة 2005 فقط يلاه من كومباك ويلاه من جيم سريع صراحة ان يا خايم مورغان يتخدم ان يحاول ان يسوي تومبوليزيشن داريوس دبل هوك من طرف داريوس ان يسوي دماج كبير ولكن هاركنات فوضية صعبة ربما يتخدم عليه جوجرر صاي ويأخذ الكيل ولكن وان فور وان صوفار يتخدم ان يسجواني على الباكراين ويأخذ الكيل ويأخذ الكيل وعلى الأستاذ جوجرنات جوجرنات فوضية صعبة يموت يبقى الأستاذ كيتين يسوي نايد دماجه هو الوحيد اللي عنده دي بي اس والوحيد اللي عنده دماج سكارفو ويسابها نو مانا نو ايش بي والأورن هو كمان ولكن سكريم عنده الهيد شوت عنده الدماج وعنده الرينج وعنده المباراة هنا هنشوف ان هي اس بي ال يفوزون امام سي اس اس في هذه المباراة الثالثة في هذا اليوم يا أخي مورغان جي جي والبيد لهم وكود لك لسي اس اس في المباراة المقبلة جيم قوي جداً بالتعليم معاك النهاردة وشكراً لكل أعزائي المشاهدين اللي تبقون النهاردة ده كان آخر جيم عندنا النهاردة وخلينا نرجع تاني للاناليس ديسك يكلمونا عن أقوى جيم ما بين سيمبليستي و سي اس نهاردة نرجع تاني للاناليس ديسك يكلمونا أكثر عن اللي حاصل في الجيم ده شكراً يا رايزو يا مورغان على تعليق هذه المباراة الفمبروك طبعاً لمصلحة سيمبليستي جيمينج والابتسامة من الشباب الحلوين الكاتاكيت الأممير لجنبي هدول تعني انه هما حالين هلا مئة في المئة في توقعات تبعاتهم ولكن المباراة لم تكن لمصلحة سيمبليستي جيمينج في أولها فعندنا سي اساس الليلو الأدفانتج وأسلوب لعب ممتاز جداً ولكن نبدأ معك بارالايز ليش بالنسبة لك النتيجة هذي وصلت هل كان ممكن يكملوا الموضوع هذا سي اساس ومتى كان بداية النهاية بشكل عامع بل ما نشوف احنا طريقة جيدة الحاجة الوحيدة اللي هما كانوا نفوض يعملوها من وجهة نظري ان ما كانش فيه انجج يعني هما سبيل عملوا عليك سيج في كاثيوبيا وكايتلين الرانج بتاعها وانت تسبتوهم من غير ما تعمل انجج فانت كده كأن انت عارب بتديهم الفري وين هما اللي هما عايزين هما مش عايزين انجج هما عارفين هما عملين لك اوترانج انا كان لازم كان لازم شوف جراءة شوية لازم شوف التيم فايت اكتر ان هما لا انا هاي انجج حتى لو هاخسرها بس انا لو ما عملت انجج انا مئة في المئة هاخسر بس لو عملت انجج احتمال ان انا ممكن اكثر بداية النهاية كتفين طبعا بارن منية 20 فكرة كويسة من الناس يلا عارفين ان معاهم كايتلين عارفين معاهم كاثيوبيا عارفين ان هما 20 من منة بارن ممكن يخلصوا بسرعة جدا من ناحية التانية طبعا انا اتوقع ان سياس اسم كريمش اتوقعين حاجة زي كده انهم لو متوقعين داريوس كان معاة تي بي في البوتلينك كانوا اكيد مش هيصيبولهم البرنك انا اعتقد هيا دي كده انها هي هل اختيار داريوس بالاخر كان اختيار كويس لها لهم بالنسبة لك ولا لا لا كان اختيار غير موفق الصراحة ويعني ملحناش حتى ان نشوفه بكامل قوته حتى لما اختاروه كان في دماغهم خطة اوكي داريوس لد اورن هيفضل يجيب البليد ستاكس بتاعته على اورن ومع كده يخش الفايت ومعه الباسب بتاعه فولي ستاكت وجاهز يعمل الريساتس على الشباب ولكن زي ما بارلايز قال لو انت مش هتينجج امرك ما تصل لها دي مرحلة فضلوا يستنوا لحد ما سيمبليسيتي عملوا سيج سيمبليسيتي عملوا الانجج والصراحة في رأيه سكار نجم المباراة سكار حتى مع الكندرد ورانا الحكرم بتاعه هورا يا براجل كان بيعمل بجانكس من حيثه لا قدري كان لسه ميدلين بعدها بخمس ثواني بوتلين وصراحة لما الجانج ديت لما جابها على كارما وقدى الكيل لكايتلين دي كانت صراحة والفايت جدا من سكار وسمبليسيتي بس زي ما بارلايز قال بداية المباراة كانت في صالح سي اس اس وكله بفضل الجانجر لما راح عمل جانج طوبلين بعدها كده راح خادر الدراجون كان اول تنين تنين محيتي فصراحة البداية كانت كويسة ولكن فين التكملة هيا دي جانجر اللي بيكان معانا هشوف داخل على كارما وقدى الكيل هنا لكايتل ما حاولش ياخدها وبعدها ما عمل الإيم بتاعته مش بعيده ده الصح او مفروض يبقى تانك هكرم هنا جاب سندرهلك وجاب تانك ايتمس بعدها وبيدي اللينز بتاعته الكيلات يعني سكارب من نجمة المباراة وهو اللي عرف يوقف السنوبول اللي دوتشا كان هيبتاقه سيجواني كممكن تبدأ تجري مباراة وهنا صراحة التاليبورت ديت من سايكة حلوة كدا ويوقف كده التمبو بتاع ماتش شوية ولكن في الاول في الاخر المباراة ديت كانت سكار كانت مجرد هذا الهكرم وهو بيهرب بالمباراة وهو بيهرب بالكيلز واولا بسبب سمبليسيتي بدأوا يتجمعوا مع بعض شوف الفايت دوت هما خمسة هنا بينما ثلاثة فقط من سي اساس موجودين الاتنين التانيين مش موجودين ما كانش فيه تاليبورت الاليساندرا عشان عملتها توب لين وسيجواني ما كانش موجود سيجواني ساب البطلين بتاعه وزي بنقول كده باعه يعني سابه يموت لوحده وبديك الصراحة الفايت ديت في بطلين كانت بداية اللاعودة بداية نقطة اللاعودة ياسف لفريق السي اس اس ومن ساعتها وسيمبليسيتي مصيطرين على المباراة بكل النواحي لتركة ان هما يخلصوا المباراة بسرعة جدا انا مكنش فيه توقع انا مباراة اخراس بداية سرعة يعني حافل ديال 24 كنا بنقول اه مباراة شيقة ومنافسة قوية بين الفريقتين جمه ديال 24 عاملوا سيج ده شوف سي اس اس هيعملوا ايه للرد على السيج ده ما يدوروش يعملوا حاجة لازم يعملوا ديس انجاج لازم يهربوا لو كان معاهم فرانت لاين لو كان معاهم تانك توب او حتى سيبك من تانك توب يا سيدي لو كان معاهم حاجة زي ريناكتن يعني مش هننروح تانك والرينكتن والفيورا كان ممكن يستحمله اكتر من كده كتير كان هيكون فيه اوبشنز ولكن بكاية الداريس زي ما انت قلت في بداية الفقرة بكاية الداريس هي يعني بنقول كده في مصر ودتهم في دهية وعايتهم في الفخ ويعني اسراحها والبلايت جدا لسيمبيستي جايمينج اوز اكثر من مستحق فعلا فعلا كان مستحق وبعدين كومبوزيشن نفسه يعني الليساندرا عملت اللي اي الليساندرا ممكن تعمله باحسن ما يمكن عملت الروتيشن بالتوبلين بشكل كويس بس طبعا احنا شعرنا كاسيوكيا خلاص بقت اكتفيتد بعدها صارت عادرة تعمل الشغل هي بداية يعني حتى لما كانت الليساندرا بالتوبلين بتحاول توقف السبلت توش ما كانت عادرة تعمل اي من الاشياء هذه فهذه مشكلة كتير كبيرة كانت بالنسبة للكمبوزيشن خلاص زي ما تفضلت يا بارالايز لو ما استفدتوا انتوا من المومنتم اللي عندكوا بأول المباراة مع انتوا انت تتخلي الاسكيلينج هو اللي يتصرف واحنا شفنا هيك زي ولا زي البيبان مفتوح يعني فاشي كان يعني كتير كتير صعب له من هم يقدروا يتصرفوا على الموضوع هذا بلوقتي الحال انتوا من شايفين مخرج مستعجل وديوهجينا النتاج اليوم فقلنا نشوف مع بعض ايزا المشاهدين مباراة اليوم بشكل بسيط جدا يعني طبعا اول مباراة هي حكينا عنها كانت في من التصفيات الاردنية راح تمصحة هاندلس في عنا المباراة التانية هي من لبنان سمن اري ضد ان اطعت الكهرباء الكهرباء من اطعت على سمن اري هم اللي فازوا هم اللي خازوا مباراة طبعا المباراة الاخيرة هي كان سيمبليستي ممكن نشوف احنا خلال الحضار طبعا الجدول الموجود وفي عنا كمان مباراة هتكون موجودة جوا ولكن من شكل عام اي من المباراة تبعت اليوم اللي تكون جدا مسانتح فيها اكتر شي وحسيت انه هي كانت اكتر شي متقاربة بين بعضهم ياسف يالو سياساس اخر ماتش يعني على النهاية برضو الناس التيمين ما كانوش بيلعبوا على ان دي اخر فرصة لهم عارفين لو كانت فيهم خسر هينزل الوزر براكت بس كانت فعلا ماتش كان كويس يعني يمكن قريب من بعض يمكنت مشكلة مثلا في تيم كومب يمكن لو كانت تيم كومب متقاربين شوية اعرف لو كانت نفس تيم كومب بتاع الجيم التاني بتاع اعتقد كان هيبقى ماتش حماسي اكتر من جدا لان زي ما شوفنا المستويات متقاربة جدا وكان ماتش جميل جدا انا ابسط بي وابسط بالعمل الو اس بيل وبالبارن كول صراحة كان الناس هل توقعت ان اس بيل رح يعملوا الوزر براكت بالجيم بعد ما بدأت بداية هاي تبت سي اس اس اه اكيد 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 انا دايما عندي نظرية لو انت انت بتاوتسكيل وانت طبعا بتاوتسكيل مع كاتلين مورجانا مع اكتيوبيا في الميدلين فانت حتى لو 0.9 انا باوتسكيل انا بس عايز مخسرش اكتر من كده عايز ترعي الجول ما بدنا يفضل كده لحد الليت جيم مادلت جيم وبعدين ها انا هبقى اقوم منهم الليت جيم نعم نعم طبعا هلا صار الوقت ان احنا نشوف مع بعض النتاج تابعة اليوم خلنا نشوف تابعت اليوم المباراة الاولى مثل ما احنا حكينا سوري سوري مباراة بكرة زمج غلطان اللي هتكون من التصفيات السعودية كيك باك رحي لابدت 4-04 و اتش ناين رحي لابدت دي زي ايغلز اللي موجودين من تصفيات الجزائرية والفمورة الاخيرة الاخيرة في هذا الاسبوع هتكون هايدر جيميك وايرونيك طبعا انتو عارفين هالمباراة سوري تكون معنات احتمال تكون هاي مباراة اللي هي game of the week او مباراة الاسبوع لكم مباراة محماسية جدا 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 وقوية ولا في اجمل منها صراحة احنا جدا جدا من 50 كل اسبوع نشوف كيف المستبيات رح تتحسن وفعلا فعلا فعلا المباراة عندها تتحسن كل اسبوع وهلا ما تنسوا انه عم نشوف احنا السباعة القادمة هتكون في عنا معناته الفريق اللي عم بيقصر رح يتعمل البطولة يعني الريسك كتير عالي والمستوى لازم يكون راقي جدا مورو انا عارف طبعا انت معمال بتوافق مع كل حاجة احنا عملناها اليهاردة سواء ان كانت توافقات ولا كانت في استراتيجية ولا في الكمبزيشنز ولا اي منهم بس انت هلا كمان بتوافق معهم انه سواء صعب سواء صعب انا كنت عايز اوافق بس بعدما انت ويتش عايز اوافق اقول الصراحة انا كنت هواء انا كنت هواء بس خلاص لا 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 في هذه الحالة انت مرتش من تصفيات لبنان انت عطت الكهرباء وصامن اري كان برضو مباراة شايقة جدا كانت مباراة حلوة كان برضو كومتس غريبة درافت غير متوقع ولكن في كل حالات الفئراتين اللي ابو حلو جدا كانت مباراة شايقة فانا في رأيي في رأيي الانبايست الحيادي من غير تدخلك يا حكيم من غير تدخلك لا سامن اري ونطعت الكهرباء كده احلموا فران غير تدخلك حكيم ها اهم حاجة صراحة طبعا 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 ممتاز ممتاز ما علينا طبعا نرجع نشكركم مرة تانية نشكر كمان المعلقين لليوم كان عنا رايزو في البلاي باي بلاي وكان عنا مورغان في ريز الفيوري طبعا هالتنين اصلا عمالة في التعليق وكل واحد فيهم يتفنن اصلا شوفوا المستويات تبعتهم في التعليق السريع فحلو لما تشوف انت مورغان عمال بيدي كولر لواحد ماشي بسرعة وبعدين تلاقي رايزو اللي هو المغربي اللي بيكون بيطير بيطير في الكلام مغربي بس الاسلوب السريع تبع المغرب العربي في التعليق مثل وتلاقي يقول لها مورغان لا سمحت مورغان تخليك أبطأ شوي مش عم بلا تخليك في الوقت لما تكون رايزو وبتقول لها مورغان سلو داون يعني يرحمني ولكن ما علينا طبعا نشوفوا انتوا لو وراء الكواليس معنا هتشوفوا أفلام رهيبة جدا عنا مسلسل الحياة مع كأس العرب من انت الوليد جمال لينوفو نرجع شكر كتير كبير للكم في التحليل والتعليق شكرا كمان للمشاهدين المتابعين تعونا ما تنسوا ان بكرا هيكون في عنا المباريات هتبدأ الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات أو السابعة بتوقيت السعودية أو السادسة بتوقيت مصر العربية وشكر كمان كتير كبير لليجن باي لينوفو على العرض العمال بيوفروا للكم على الواي 740 الجيمينج لابتوب الجديد لهم في عروض موجودة متوفرة للكم تشاركوا عليها والمحلات القريبة منكم في كل من البلدان والدولة اللي انتوا عايشين فيها ما عليكم غير ان تشوفوا الرابط بآخر السفر تحت على تويتش أو في التشات اعطوا علامة تعجب برومو وبتلان معاك الرابط عشان تشوف التفاصيل الكلياتها والأغاني مثل ما حكينا الشبوتفاي بليليست موجود للكم مجرد ان تعملوا علامة تعجب شبوتفاي هتقدروا تشوفوها اخذوا الرابط وتستعملوها في الفيديو ستبعتكم سواء على يوتيوب او السريم ستبعتكم على تويتش شكرا مرة ثانيا لكل المتابعين وهارد لك اللي الخسر واللي طلع معنا من هذه البطولة وكمان نتمنى التوفيق لكل التيمز طبعا بزات منهم هاندلز هاندلز اللي محتاجين عندهم كلايم كتير كبير اللي يوصلوا الى اللوزر فاينلز او الجران فاينلز مرة ثانيا في التصفيات الأردنية نحب نحب نشوف تيم عم بيحاول يعمل يحاول يرجع يكون اندردوغ بعد ما هم تعود ان يكون من أحسن التيمز الموجودين في التصفيات وعلى الف خير والسلام عليكم صباح الفول